الموضوع بالنسبة لي أني أنفرد وأتميز بشيء أنه مش على سبيل النسخة أنسخ كاسة شاي كاسة جهوة أو شيء بنشرب على سبيل أن المنطلق والمبدأ تجاري استثنينا أي فكرة أو أنه أي شيء أنه يعطي الموضوع حجمه المادي على أساس أنه على قد ما يكون معنوي على قد ما يكون شيء نسمع حكاياه نسمع الناس تحكي عنه حكايا قرفة هذا زنجبيل بالقرفة كاسة الزنجبيل تميزت فيها على أساس أنه حبت الزنجبيل أخضر مغسولة نظفة في مكان ننضيف بتكون على مبرشة بمي سخنة الشيء هذا كان نوع من العرب مقابل الزبون كان يشوف كاسة من الألف للياء كيف أنتجت والشغل قائم عليها إلى أنه يكون في يده يشربها تحلل الشراكة بين عناطر الماء والسكر والبون كيف أنت تعيشها وتشاركها في أنك تنفرد في تميز شيء طورت معي أنه من حبة بون أكون في كاسة لأن أكون من جميع الأعشاب ملم فيها أكون مثل مزاجك في كاسة البون عندي أكون عطار في كاسة عشاب مبدأ الرمل موضوعه أنه أجت الموضوع راس غاز لهب وعالي ومي سخنة الغليان وإذا عملت أي شيء على أساس أني أنا أمزج المي بأي مكهة من قهوة أو من أعشاب بابونج ميرمية وزعتر ينسون حيكون كثير في إثارة حرارة مستفزة ما حتأخذ النبت أو الشيء أو حبت البون راحتها أنا تعطي خلاصة فكان فكرتي أن كيف أكون ماخذ حرارة عالية بس بمدة أطول إذا كانت الحرارة عالية ومدة أطول إذا أنا أخذت الصفة صفة الكاسة في عناصرها في صحة في مزاج ما كانت نوع من أنواع التنكيه أو التلوين للماء لا بيزخمه بخامته بأصله رمل شط البحر يعني إخترته إيش معنى رداد الغبرة 0% كثيف كثافة أنه ما بمعمل رواسب بخزن حرارة وبعطيني حرية الحركة في فنجاني أو في كاستي اللي أنا بدي أنتجها أني أعيش معها وأطلع في خلاصتها حتى لو كانت أنه أنا بأطول بثلاث أضعاف في المدة بس حرارة الرمل وفكرتي في الرمل وبتكرر لهذا الشيء أني أكون عليه عودت الزبون علي أنه يستوعبني أنه يفهم أن الآلية اللي بتأخذ منه وقته ووقتي وطولة بالنا هيك مع بعض بخلاصة أني أطلع في نتيجة شيء مميز ماء الزهر والعسل بعمل مع المي السخنة المغلية بعمل عملية الكافيين المنشط للجسم بعمل عملية التجديد الحيوية فأنجت منطلقها من منطلق القهوة القهوة بيضة صحة وغانا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر